حققت السلطنة ممثلة بالجمعية العمانية للتصوير الضوئي التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بيدوان البلاط السلطاني حققت كأسي العالم في التصوير الضوئي في بناء الفياب للشباب الثامن والثلاثين الفين وستة عشر الذي ينظمه الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي الفياب وقد أسفرت نتائج المسابقة التي علنها الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي الفياب عبر موقعه الإلكتروني عن حصول السلطنة على 424 نقطة مستحقة بذلك كأس العالم في الفئة تحت 16 سنة ومتقدمة بذلك على ألمانيا التي حصلت بدورها على الميدالية الذهبية و336 نقطة وروسيا التي نالت الميدالية الفضية و350 نقطة كما حصلت السلطنة في تقييم لجنة التحكيم على كأس العالم لفئة تحت 21 سنة بحصولها على 473 نقطة متقدمة بذلك على إيطاليا الحاصلة على الميدالية الذهبية و435 نقطة وألمانيا الحاصلة على الميدالية الفضية و373 نقطة وحازت السلطنة أيضا على ست جوائز فردية تمثلت في حصول المصورة الضوئية ولا بنت حمد الهذيلية على ميدالية الفياب الذهبية وحصل المصورة الضوئية أحمد بن خالد الحضرني على الجائزة الشرفية في فئة الشباب تحت 16 سنة وفي فئة الشباب تحت 21 سنة حصل المصورة الضوئية لؤي بن هلال الجابري على ميدالية الفياب الذهبية وحصلت المصورة الضوئية شذا بن سليمان الغمارية على ميدالية الفياب الفضية وحصل المصور الضوئي عبدالله بن سعيد أرزاقي على ميدالية الفياب البرونزية وذهبت الجائزة الشرفية للمصورة الضوئية ريم بنت عبدالله الوحشية